وبشأن جهود تغير المناخ أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن هناك تنصيقا مشتركا للجهود الدولية لمواجهة تحدي ظاهرة تغير المناخ وقال الرئيس السيسي أنه أطلع رئيسة المفاوضية الأوروبية على آخر استدادات مصر للتنظيمية والموضوعية لاستضافة قمة المناخ العالمية كوب 27 في شرم الشيخ في نوفمبر القادم كما تطرق لقاؤنا اليوم كذلك إلى تنصيقين المشترك اتصالا بجهود الدولية لمواجهة تحدي ظاهرة تغير المناخ حيث أطلعت السيدة رئيسة المفاوضية على آخر استدادات مصر التنظيمية والموضوعية لاستضافة قمة المناخ العالمية كوب 27 في شرم الشيخ في نوفمبر القادم والتي تلقت رؤانا في أنها تمثل فرصة سمينة على المجتمع الدولي العمل بجدية لاختنامها من أجل التوافق على خطوات تنفيذية ملموسة على كافة محاور عمل المناخ الدولي وبما يعطي دفعة قوية ومطلوبة بشدة حاليا للجهود الدولية لمواجهة ظاهرة تغير المناخ باعتبارها تحدي مشتركا يواجهنا جميعا كأسرى إنسانية واحدة